اشتركوا في القناة وعند أنتوني بلينكين وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة هذا ورحب حضرة صاحب الجلالة بوزير الخارجية الأمريكي وستعرض معه مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطور التعاون الثنائي والعمل المشرك في جميع المجالات وأعرب جلالتها عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة مؤكد أن رعاه الله حرص المملكة الدائمة على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وأشعبيهم الصديقين كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة وفي هذا الإطار أكد جلالة الملك المعظم على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وأطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء على دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية كما أكد الجانبان همية العمل لإيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وكذلك العمل على تجنب توسيع الصراع بما يهدد السلم الأقليمي ترجمة نانسي قنقر